لتعمق في هذه النقطة ينضم إلينا من باريس الكاتب والبحث السياسي هلال العبادي أهلا بك أستاذ هلال عبر سكانيوز عربية دائما توقيت هذا الموقف لنائب رئيس الوزراء البولندي لماذا الآن ينتقد برلين وألمانيا بالانحياز لروسيا هل ذلك يعيد إلى الذاكرة ربما فكرة غزو بولندا هل هذا ربما بين مزدوجين حق الدفين من الجانب البولندي لربما التقارب الألماني الروسي عام 1939 وذلك يعيد إلى الأذهان هذه الصورة اليوم تحية لك والمشاهدين الكرام يعني خصوصا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لطالما كانت فرنسا وألمانيا السياسة الخارجية لفرنسا وألمانيا هي التي تشكل حجر الزاوية للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وأزمة أوكرانيا ليست استثناء لذلك نرى أن هذه السياسة الخارجية مبنية على ثلاثة محاورة المحور الأول هي المساعدات العسكرية والإنسانية والدبلوماسية والمواقف السياسية التي كرستها ألمانيا وفرنسا في خدمة قضية أوكرانيا المستوى الثاني هو تصعيد حجم المقاطعة التجارية والعقوبات الاقتصادية وهذا ما نشاهده حتى اليوم هناك حزمة أخرى من التصعيد ومن المقاطعة ومن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها دول الاتحاد الأوروبي على روسيا أما القضية الثالثة وهو إبقاء باب الحوار مفتوحا وهذا ما يزعج يمكن بعض البولانين ولكن هنا اسمحي لي أن أقول أيضا أن هناك بعض الأصوات الشعبوية أو المتطرفة أو اليمينية تقريبا أحزاب مسيحية حاكمة في بعض الدول الاتحاد الأوروبي التي تكون مواقفها راديكالية وهذه المواقف تأتي خصوصا أحيانا للتسويق المحلي للإعلام المحلي لكسب الأصوات لتحشيد الطاقات السياسية في داخل البلد هي ليست موجهة يعني صحيح أن هذا الانتقاد موجه خصوصا إلى ألمانيا لدورها لقضية أيضا للإعادة بدور باسمارك التاريخي للتقارب مع روسيا كانت هناك هذه الاتهامات ولكن حقيقة ألمانيا وفرنسا يعني صحيح أنها خصوصا في فرنسا رفضت كل التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا لإبقاء هذا الباب الحوار مفتوحا مع الروس وأيضا للوصول إلى مخرج مشرف لأن في النتيجة من يدفع ثمن هذه الحرب أكبر خاسر في هذه الحرب هي أوروبا وروسيا وليست الولايات المتحدة أو بريطانيا لذلك هذه الاتهامات لا أعتقد أن لها محل من الصحة لكن تأتي هذه الاتهامات حول تحديدا كما ذكرتم تجاه برلين أو انتقادا لبرلين أنه لم توفر أسلحة كافية إلى الجانب الأوكراني في الوقت الذي تقول فيه ألمانيا دائما بأنها أكثر الدول التي أمنت أسلحة للقوات الأوكرانية بعض الولايات المتحدة وأنتم تتحدثون عن تحشيد وربما استقطاب أراء في الداخل البولندي يعني هتان النقطتان متناقدتان بعض الشيء يعني الجانب الألماني واضح من ناحية الأسلحة بولندا تنتقدها يعني ألمانيا لديها أيضا لديها البرلمان البونستاكي يعني هذا البرلمان هو الذي يحدد السياسة الخارجية لألمانيا ألمانيا لا ننسى أنها مقيدة بقيود وشروط وقف اطلاق النار في الحرب العالمية الثانية خصوصا من ناحية تدخل قواتها الخارجية في القضاء الخارجية أو حتى من ناحية توريد الأسلحة والتكنولوجيا الألمانية إلى مناطق النزاعات لذلك هم يريدون بصراحة هناك أصوات راديكالية يمينية متطرفة تريد انخراط أكبر لألمانيا ولفرنسا والتصعيد أكثر مع روسيا وأوكرانيا هي ليست إلا شماعة تعلق عليها هذه المسائل يعني لا أعتقد أن التصعيد يخدم جميع الأطراف بولونيا مع رغم التحفظات على موقف بولونيا التي تشعر بالخطر من التنامي الروسي أو من غزو الروس لأوكرانيا كذلك ليتوانيا هذه الدول وهي فعلا هي دول مواجهة مع الروس لا يريدون هناك هاجز وخوف من عودة الاتحاد السوفيتي السابق القوي الذي كان يسيطر في قبضته الحديدية على بولونيا وعلى ليتوانيا وعلى رومانيا وعلى هذه مجموعة الدول الاشتراكية وسلوفاكيا والشيك لذلك هناك هذا الهاجز الخوف ولكن هذا لا مبرر له في السياسة الخارجية التي تتبعها خصوصا ألمانيا وفرنسا وهذه السياسة المعتدلة منذ قليل كنت ذكرت الموقف الفرنسي وابقاء الباب مفتوحا باب الحوار مفتوحا مع الطرف الروسي كنا استمعنا وربما كان هناك دور وساطة وديبلوماسية للرئيس الفرنسي إمونيويل ماكرون في بدء العملية العسكرية برأيكم ما الذي يمنعه اليوم من استمرار هذه الوساطة والاتصالات الهاتفية الكثيفة التي قام بها هل هي التحضير للانتخابات الفرنسية برأيكم هل ربما استشعر بأن لا جدوى من هذه المفاوضات أو ربما التقارب الفرنسي الروسي لا أعتقد أن هناك فعلا تقارب هناك مفاوضات مفتوحة وهي ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا صحيح مع انشغالات الرئيس ماكرون بحملته الانتخابية التي لم يبقى عليها في الدورة الأولى سوى أسبوع واحد ولكن هذه الانشغالات في الحملة الانتخابية لم تمنع الرئيس الفرنسي لأنها أيضا تصب في صالح حملته الانتخابية موقف الرئيس الفرنسي من القضية مع الروس هو موقف دولي يحسب له لأن الناخب الفرنسي تحسب أيضا المواقف الدولية وموقف ماكرون يصب في مصلحة حزبه ومصلحته الشخصية في إعادة انتخابه كرئيس لفرنسا في الدورة الثانية لذلك أنا أعتقد أن الرئيس الفرنسي جاد جدا في وصول إلى حل مع الروس وهو مستمر في هذا العمل مستمر في اتصالاته الهاتفية مع الرئيس بوتين شخصيا رغم الخلاف في وجهات النظر ولكن هذا لا يمنع من استمرار المفاوضات ومن محاولة استيعاب الموقف الروسي واحتوائه للوصول إلى نتائج مشرفة لا يريد أوروبا لا تريد الخوض في حرب مواجهة مع الروس خصوصا في هذا الوقت الذي نرى فيه أن العمليات العسكرية قد تقريبا على جميع الجبهات في أوكرانيا هناك تخفيض ملحوظ في سقف العمليات العسكرية وهذا يحسب أيضا للمفاوضات الجارية فأعتقد أن الرئيس ماكرون سيحاول جهده للوصول إلى نتائج قبل الدخول في حملة الانتقابية من باريس الكاتب والباحث السياسي إلى العبيدي شكرا جزيلا لك